فما بالك أنه أنت في مهرجان واحد يضم أكثر من دولة سبع دول أو ثمان دول وكل دولة جاية يتقدم ثقافتها الخاصة ومدرستها الخاصة فهذه فايدة المهرجانات دائماً نحن مساء الخير لجميع متابعين برناول السورشو في جميع أنحاء الوطن العربي نأمل دائماً أن نكون على مقربة منكم من خلال تناول أهم المواضيع والقضايا في حلقة اليوم نتحدث عن المسرح العربي والتحديات في الأعراف وإثارة الفكر وإلهام التغيير وما هي التحديات التي يواجهها ممارسون المسرح العربي للوصول إلى جمهور أوسع وكيفية الازدهار بالمسرح والمحافظة على هذا الشكل الفني للحديث أكثر أستضيف وإياكم ضيوف اليوم من سلطنة عمان طبعاً أروع فنانين من سلطنة عمان سأبدأ مع الفنان عيسى الصبحي أهلا وسهلا فيك أهلي وسهلين شكراً على الاستضافة شكراً لبرنامجكم الجميل على هذه الاستضافة إن شاء الله نكون ضيوف خفيفين على القلب إذن الله تعالى إن شاء الله وأكيد اليوم نحن مبسوطين بوجودكم معنا من خلال برنامج سوشو اللي بنسعى دائماً أنه يوصل لأنحاء الوطن العربي مش بس محلي يعني والله إحنا سايدين حقيقة يعني أنكم أنتم اخترتم العمل أو الوفد العماني وتسليط الضوء على هذه المشاركات المسرحية شكراً لكم وإن شاء الله رح نطلع بشي جميل بين الله تعالى إن شاء الله إن شاء الله عيسى هلأ أنت شاركت بكذا دورة بالمسرح الحر والمسرح المونودراما المونودراما كأول مرة بالأردن لكن شاركت بالمسرح الحر قبل بالأردن خبرني عن هاي التجارب اللي خطتها مش بس بالأردن بالوطن العربي والله هي تجارب كثيرة يعني الحمد لله اشتغلت فيها لتمثيل السلطنة خارج البلاد ومن أهمها يعني اللي هي مهرجان الشارقة الخليجي وأيضاً مهرجان اللي هي أيام قرطاج ومهرجان شباب بغداد المهرجان بغداد يعني وهي مهرجانات اللي شاركت فيها بالأردن والعديد من الدول يعني أهمها هذه اللي ذكرتها سابقاً في الأردن شاركت أكثر من ثلاث مشاركات شاركت للمرة الأولى بعشيات طقوس وأيضاً شاركت في مهرجان المسرح الحر وهذه المشاركة الثالثة والأولى للمهرجان المونودراما بالزرقاء يعني مبارحة حضرت العرض كان بصراحة شيء ممتع وجميل والله يعطيك مليون ألف عافية أنت هلأ كمان رايحة سفر من عرض للسفر يعني حدثنا عن هاي التجربة خصوصاً كانت مبارحة هي تجربة الحمد لله نحنا قدمناها للمرة الثالثة طبعاً على الصعيد المسرحي لكن بالأردن لأول مرة الأول مرة خارج البلد طبعاً بشكل عام هذه المسرحية قدمناها في عمان لمرتين كان في مهرجان المونودراما اللي قدمتها الجمعية العمانية للمسرح السينما وبعدها قدمنا للجمهور لفعالية كانت في عمان وهذه المرة الثالثة في الأردن الحمد لله نال للعرض لاستحسان الجمهور في كل مرة نعرض فيها العرض نفسه الحمد لله نحن نشوف أنه فيه تطوير وفيه إنتاج أكثر وتوسيع أكثر من تفاصيل المسرحية ودائماً العمل المسرحي كلما يقدم أكثر من مرة بتطور أكثر بتطور نعم وتكون تفاصيلة أوضح اللي هي كانت تصانع الفزاعات مضبوط هي تصانع الفزاعات نعم أيو عشان كل يعرفها وخراج عبد الملك الغداني أكيد رح يكون معنا بعد الفاصل بلقاء بردو بس حبيت أبلش معاك لأنه أنا بعرف أنت كمان شوي طيارتك نعم الوقت ضيق عندي عمل نحن طبع مثل ما تعرفوا نحن هوات المسرح مش يعني لأ حلا كل اللي شفته هذا كان هوات المسرح نعم نحن هوة علشان كذاك أنا جيت الحين وقدمت العرض لمدة تقريبا ثلاثة أيام ورح أرجع للعمل التاني اللي هو بمهرجان تقوص عمل الخاص اللي هو الدوام الخاص اللي هو بعيد عن المسرح تماما وبعدها إن شاء الله من أخلص رح أرجع مرة ثانية إلى الأردن للمشاركة في مهرجان عاصشيات تقوص مع الفريق ولكن لن أكون ممثل يعني في هذا المهرجان سينوغرافيا تمام ومبارح كنت بردو أنت لمشتغل السينوغرافيا أنا صممت الإضاءة لأن اللي صمم الإضاءة سابقا صارت عند ظروف فاضطرين أن نصمم الإضاءة وحدنا وأنا بما أني سينوغرافي صممت الإضاءة ونفذها مخرج العمل أنت بتحب المسرح شو بتعني لك يبقى المسرح ما بقية الحياة شو بتعني لك العبارة هذه العبارة سمعتها لأول مرة في مهرجان الشارقة الخليقي من صاحب السموغ الشيخ حاكم الشارقة اللي هو المهتم بالمسرح وقالها في ختام المهرجان أنا ذاك ومن خلالها أنا هذه العبارة لازالت في ذهني إلى يومك هذا وأحطها في كل مكان في السوشال ميديا في أي مكان أحب هذه العبارة سبحان الله لأنه فعلا يبقى المسرح ما بقيت الحياة يعني الحياة متغيرة والناس متغيرين ولكن المسرح هو هو لا زال يعني طيب عيسى من 2009 لحد هلأ شو اختلف بالمسرح وخصوصا كونك شاب شو اللي اختلف أو شو نظرة الشباب خلينا نحكي عن المسرح المسرح يعني حنا صار صار عندنا المسرح شيء هاجس يعني ومثل الدم اللي يجري في العروق يعني ما أخفيك سرا أننا نحنا ترى ما فيه أي عائد مادي من خلال تجاربنا المسرحية نحنا هوات ونشتغل العمل المسرحي لأجل الحب حب المسرح فأحنا صار المسرح بالنسبة لن مثل ما يلاعب كرة القدم يلعب الكرة والرسام يرسم بس هم بيأخذوا عائد لكن أنتو تعرفوا المسرح دائما يعني لازم المسرح يضحي ولازم المسرح ييعاني ولازم المسرح ي أوكي هاي عبارة بعتبرها خطيرة بالضبط احنا هذا اللي عايشين نحنا لكن نحنا متأملين يعني في المستقبل القريب إن شاء الله أنه يتغير وتتغير النظرة ويصير له الهتمام أكثر وأكثر وبالعكس يعني للمسرح بإذن الله راح يكون له عائدات مادية ومعنوية ورح يستمر ويبقى المسرح ما بقي تحيا حتى لو ما كان في عائد مادية أيوه أيوه يعني هاي للأسف عيسى أنا راح أسأل الأستاذ عبد الملك عن هذا الموضوع برضو حابي أعرف وجهة نظرك ليه المسرح صار ما إله متابعين بطل حدا يهتم بالمسرح وين المشكلة من ناحيتك أنت عيسى من وجهة نظرك من وجهة نظري المشكلة في التسويق والترويج يعني إحنا للأسف يعني اشتغلنا على المسرح ولكن لم نكون أو اللي قبلنا اللي سبقونا لم يكونوا قاعدة جماهيرية لم يكونوا تثقيف مسرحي للجمهور نفسه فإحنا قاعدين نعاني إننا نحن نشتغل مسرح وصرنا متطورين في المسرح ولكن للأسف القاعدة الجماهيرية لا زالت غير متواجدة يعني الجمهور ما موجود حتى الجمهور اللي راح يحضر لن يكون مثقفا يعني لأنه ما شاهد الكثير من العروض دائما أنت لما تشوف أكثر من عرض يصير عندك الخيال أوسع والثقافة أكثر صير البحث أكثر كمان حتى أنه شو هذا المسرح بالضبط فإحنا قاعدين نعاني وقاعدين نشتغل من الصفر علشان أننا نحن نكون قاعدة جماهيرية من خلال عروضنا اللي نقدمها سواء في سلطنة عمان أو خارج البلد وأيضا الترويج المستمر راح يكون قاعدة جماهيرية لكن هذا يأتي بعد الصبر والشقاء والعناء إن شاء الله تعالى وبعدنا لازمنا متأملين لا إن شاء الله أكيد يا رب يعني أنه بتنال وكل اللي بتتمنوا وخصوصا أنا شفت مبارح جهود رهيب لإلك بصراحة من أداء جسدي من لغة وتمكنك أيضا من اللغة العربية الفصحة وهذا إشي مش سهل إشي كمان صعب يعني بدككون مركز بالحركة وبالمسرحية وبالأداء وبالتلقائية فكان هاي التوليفة مش سهلة واحضرت لك كذا عرب سواء بالمونودراما أو بالفرقة كاملة فرقة اللي هي مزون مزبوط مسرح مزون عم بشوف قدي بتتعبوا قدي بتجتهدوا قدي كل مرة عم طاعتوا أكتر مما يعني طاقتكم أنتوا كبشر حتى وكان مبارح تقريبا خلينا نقول اللي هو اشتغلت على الرمزية مزبوط وكان في نقاش مبارح كذا حدا يعني ناقش في موضوع المسرحية وأنا بتوقع أنه حيكون دائما في تطور بالضبط أنت لما تشارك هي ما فائدة المهرجانات خلينا نتكلم عن المهرجانات بشكل عام فائدة المهرجانات للشخص للممثل أو الفنان نفسه هو تبادل الثقافات وتبادل المدارس والمشاهدة علشان يكون أنت كشخص كفنان يكون عندك خلفية أوسع اتطور مستواك من خلال الرؤية والمشاهدة دائما نحن نظريا نشوف الناس تكتب بالصفحات ولكن عند التنفيذ يفشل الكاتب في تنفيذ هذه الكتابة اللي كتبها فمن خلال المشاهدة النظرية تصير عندك خيال أوسع وتطوير حتى في ثقافتك يعني أنت لما يقيك مثلا من الأردن أعمل من الأردن قاعد يجسد ثقافة الأردن أنا من خلال هذه الثقافة ممكن أنا خيالي يتوسع وتقيني أفكار أكثر وأكثر من خلال مشاهدة ذاك العرض وتطوير الفكرة اللي شفتها أنا في هذا العرض فما بالك أن أنت في مهرجان واحد يضم أكثر من دولة سبع دول أو ثمان دول وكل دولة جاية تقدم ثقافتها الخاصة ومدرستها الخاصة فهذه فائدة المهرجانات دائما نحن لما تتعلموا من بعض تبادل الثقافات بالضبط هذه الأعمال اللي تشوفيها يعني الحمد لله جاءت من بعد فعلا تجارب يعني بعد مشاهدات يعني أنا تقريبا من 2009 للآن تقريبا فوق المئة وخمسين إلى المئتين عرض شفت فما معقول أنك أنت كفنان شفت أكثر من مئتين عرض ما جاك شيء لا تطور حتى حالك بالضبط يعني لو جيت تشوفتني من 2009 وتشوفي للآن أنت راح تلاحظي أنه في تطور وفيه خيال أوسع وفيه ثقافة وفيه مدارس جالسة تصير يعني حتى أنا الآن من خلال المشاهدات ما درست الإخراج أنا ولا درست السنوغرافيا أنا الآن أمسك سنوغرافيا وإن شاء الله راح أقدم عمل من إخراجي الخاص اللي هو أول عمل من وجه نستنى أحنا والمتابعين هذا العمل عيسى إن شاء الله قريبا بإذن الله تعالى طبعا مع الفريق نفسه أنت دائما لما تحب الفريق اللي أنت تشتغل فيه هذا اللي لاحظناه كمان الهارموني بينكم كتير عوي بالضبط فهذا الفريق الحمد لله إحنا مرتاحين مع بعض ونشتغل دائما أعمالنا مع بعض ودائما نقسم الأدوار يعني اليوم عبد الملك أخرج عمل بعدها راح يخرج عمل عيسى وبعد عيسى راح يخرج عمل شخص ثاني وكلنا ندعاون مع بعض يعني والعمل عمل جميع فبإذن الله تعالى يعني نحن راح يعني نعيش تطور ونعيش اختلاف ونعيش إن شاء الله أعمال أعمال قريبة بإذن الله يشار لها بالبنان يا رب إذن الله ومن نجاح لنجاح عيسى وبعرف أنك ما أخذ جوائز عديدة يعني أنا كهاجر مش حافظتهم كاملين بس أنت أخذت جوائز بالمغرب بأكتر من دولة عربية على أداء كأفضل ممتل كمان يعني هذا الشي بيضيف لإلك وبيضيف للسي في تبعاك ونتمنى نشوفك النجم نجم المسرح في الوطن العربي يا رب إن شاء الله كلمة بتوجهها للشباب والكلمة هي دايما يعني إحنا يعني عن المسرح إحنا لازلنا نتعلم يعني أنا أوجه كلمة للشباب أنك أنت مهما بلغت من التطوير ومهما بلغت من الخيال ومهما بلغت من النجاحات لا زلت أنت تتعلم لأن اللي واضح الآن واللي صاير الآن أن الشباب أول ما يخرج لك أو يشتغل عمل أو عملين يشوف نفسه فوق الكل ويعني يثبت شغله ويكون شغله هو و هو بدون تطوير ليش لأنه هو شاب نفسه فأنت كشاب كل ما توضعت ما توضع وتعلم أنا أمس في الندوة النقدية دكتور عمره تقريبا فوق الخمسة وخمسين قال أنا عندي دكتورة وماجستير ووووة ولازلت أتعلم إذا هذا الدكتور لا زال يتعلم أنا كشاب من وفي مقولة نفس الشيء كثير عجبتني يقول لك مهما وصلنا من أعمالنا والنجاحات نحن لازم نزيرو بوينت فايف الزاب صحيح من بحر المسرح فأنا كشاب لابد أن أتأمل وتطور ودائما أطمح لما هو أفضل ولا تقتنع بالعمل اللي أنت تقدمه أبلا ما تقتنع أكيد إن شاء الله ما راح نقتنع وإن شاء الله صانع الفزاعات حصلنا على أكثر من ملاحظة وإن شاء الله راح نطورها من خلال الصعيد التمثيلي أو الإخراجي أو الموسيقى وكل الملاحظات أكيد نحن نشتغل فيها لأننا نريد أن نطور فإن شاء الله العمل إذا قدم مرة أخرى راح يكون فيه اختلاف تماما إن شاء الله إن شاء الله عيسى تشرفت موجودك معنا في برنامج سوشو نتمنى دائما تكون معنا ونشوف عروضك المسرحية بكل مكان برنامج سوشو هو برنامجنا يعني أنا أعتبرك قبل أن نكون برنامجكم شكرا للاستضافة شكرا للأردن الجميلة شكرا لكم جميعا طاقم العمل وفريق العمل بارك الله فيكم وإن شاء الله كنا ضيوف خفيفين خفيفي الظن بالعكس نحن نتشرف فيك عيسى وأكيد راح تكون معنا أكيد باستضافات أخرى إن شاء الله شكرا متابعينا الكرام راح نكون معكم بفاصل وراجعي شكرا للمشاهدة ارجعنا معكم متابعينا الكرام بعد الفاصل وأكيد ضيفي هو المخرج عبد الملك الغداني من سلطنة عمان بتمنى حكيت اسم العيل الصح صحيح 100% ولا غلطة كيف أمورك إن شاء الله تمام الحمد لله أنا مبسوطة جدا بوجودك معنا في برنامج سوشولة اليوم حابة نحكي شوي عن المسرح خصوصا المسرح العربي كونه تاريخه الغني وتقاليده المتنوعة تأثر الجماهير منذ قرون من الدراما الأديمة للأعمال المعاصرة لدرجة أنه بيتسمى أبو الفنون أين وصل الحال بالمسرح العربي؟ أول شي شكرا على الاستضافة شكرا على اللفتة الحلوة والحضور الجميل وشكرا أنش نورتين أمس في العرض آه الله يخليش آه أنا سعيد طبعا بهذه الاستضافة وأتمنى يعني نقدر نثري الحلقة ولو بشيء بسيط يا ريت هاد هدفنا من خلال حلقة آه بالنسبة للمسرح العربي أين وصلت؟ سؤالش؟ أيوة أين صار حاله؟ هل هو يحتضر؟ لا ما نقطع نقول يحتضر دام فيه ناس أنه تقاهد على أساس أنه يستمر ما يحتضر الناس مستمرة تجاهد حتى ضمن حتى مع شح الموارد لكن ما زالت فيه ناس تجاهد ومستمرة وحب المسرح من أجل المسرح فقط تشتغل مسرح لأنها حابة تشتغل مسرح أغلب الناس اللي ينتمون للمسرح تشوف ما عندهم ما عندهم النظرة المادية كثير طبعا يتمنوا أحد ما يتمنى أن يكون فيه إنكم في المسرح لكن ما عندهم ذاك الشغف المادية كثير ما عندهم شغف ثقافي يحبوا يقدموا أفكارهم يحبوا يقدموا أعمالهم يحبوا الناس وتشوفوا بداعاتهم فدام أنه فيه ناس تشتغل دام أنه فيه ناس حابة ومجال أنا ما توقع أنه يحتمل سيبقى أكيد وفيه أجيار متتابعة حتى اللي يوصل لمرحلة الانكسار أو يوصل لمرحلة الخذلان في يوم من الأيام ثقي إنه فيه وراء ناس ما هو ما تدعمه بس فيه وراء ناس هو أسسهم بيتستمر وهذا تأسيس يعني مش سهل يعني هو مثلا على سبيل المثال إذا بنقول مثلا مخرج أمه أو رئيس فرقه ما تعب في بداية حياته وكان فيه نشاط وكان عنده قوة وحاب أن العمل المسرحي يستمر ووصل لمرحلة انه خلاص يعني ما قادر لضيف شيء دي ثقي إنه التيم اللي كان يشتغلوا معه ما حد بيوقف منهم أو ألقى الثنينة ثلاثة أربعة منهم الشغف الشغف بخشبة المسرح شيء مش سهل إنك تتركه بالضبط وأضف إلى ذلك إن هذا الاستمرار هذا التيم اللي هو أسسه استمرارا له صح صحيح صحيح ما راح تقف ما هتوقع تقف حتى لو لو ساءت الظروف ساءت الظروف بنوصل نقدم في الشارع بدي أسألك هل الجمهور مثقف واعي بالمسرح متل زمان؟ على زمان كان المسرح تكت وشباك مين ضل من الدول هلأ عنده شباك تذاكر للمسرح؟ بالنسبة للوطن العربي يمكن لا أكلمش عن مستوى الخليج الوطن العربي ما عندي فكرة عنه إذا أوكي خلينا نحكي عن مستوى الخليج نحن عندنا دولة واحدة ناجحة في موضوع الشباك اللي هي الكويت أغلب الدول الثانية ضعيفة جدا ضعيفة وشباكها دائما تجاري يعني تجاري عمل جماهيري اللي هو نوع من أنواع المسرح اللي هو الكوميدي يعني أما ما في شباك في الاحتراف ما ترني ما في فيمكن تحصلي بعض الفرق اللي في الكويت اللي تشتغل والناس المشتغلين في الكويت اللي عندها شباك تذاكر بمواسم معينة شغالة يعني ما تتوقف وممكن تشارك في مهرجانات تنافس على مستوى مهرجانات هذا على حد علمي يعني بشكل مبسط على مستوى الخليج بالنسبة لإعلاناتهم نشوف في السوشال ميديا توصل عروضهم للخمسين عرض ستين مئة عرض هذا شيء خيالي طموح كبير في أقل من سنة شيء كبير أنك توصل لهذا العدد لا وفل يوميا ما شاء الله نتمنى للوطن العربي مش بس منطقة الخليج أنه يصير فيها الثقافة المسرحية كان زمان هلا لا مش الكل مهتم بالمسرح يمكن لأن الوضع اللي صار بالنسبة وضع الترفيه اكتثر كثر يعني السوشال ميديا صار السوشال ميديا أكيد سينما فيه سينما فيه أشياء تعتبر سهلة يعني سهلة في الإنتاجية وفي نفس الوقت تيبن كم سرعة أيوة صحح تشوفي أغلبيت يعني نسبة كبيرة من الناس لجأت لهذا الشيء السهل السريع السهل السريع وتخلت يمكن على المسرح فيه ناس تخلت فيه ناس لا ما زارت تعافر وبس فيه نقطة مهمة جدا يعني نحن عين نتكلم عندنا مثلا سلطنة عمان نحن المسرح عندنا ولاد لمجالات أخرى أيوة لمجالات أخرى مثل؟ مثلا على سبيل المثال المسرح ولاد للسوشال ميديا تشوفي خلفيتهم مسرحية أو بدايتهم مسرح أغلبهم أو نسبة كبيرة ما ريدة بالغ نسبة كبيرة منهم تشوفيهم إذا بتسأله بيقول أشدازم يوم الأيام البداية وقف على خشبة مسرح أو اشتغل مسرح أو يمكن دارس مسرح نسبة كبيرة منهم هذا واحد فنانين مغنيين عازفين ملاحنين مروا على هذا الجانب في حتى المخرجين السيرمائيين وخرجين الدراما مروا على مسرح فالمسرح صاير لو إنكم أو في موارد تدخل للشخص لو الشخص فكر أنه ينتقل إلى خطوة أخرى لكن أحيانا صحيح كلاما لكن أحيانا وش اللي يصير يصير أنه لما ينتقل هو يقل يثقل نوعا لأنه لا يوجد إنكم الذي يقدر يوقف للي بعده بالضبط فهو يشوف يعني إثقل مسرحيا يعني يحس أنه ما عنده ذلك النشاط السابق مسرحيا فخلاط يستمر في السوشال ميديا أو في سوق الإعلانات وتكون يعني مشاركاته في المسرح بسيطة أو عودتها بسيطة يبحث عن شيء عبارة عن فرصة كبيرة علشان مهرجان كبير مثلا مشاركة دولية مثلا آه بروح خلاص هذه ما تتفوت أنا ممكن أفرغ نفسي علشان صحيح فيصير يستهدف رغم أنه هو طاقة صح وهذا إشي شفنا ولاحظنا كذا مرة أكيد الشباب عندهم طاقات رهيبة بصراحة للمسرح وحضرت أنا مبارح عرض صانع الفزاعات يعطيك ألف حافي على هذا العمل الرائع بصراحة والشباب جدا مشكورين يعني أنا بدأ أنتقل من هذا الحديث عن المسرح بالوطن العربي والمسرح العربي إلى المسرحية التي تم عرضها مبارح وهي مونودراما وشاركت بالمهرجان الأول في مدينة الزرقاء في الأردن وكاتب المسرحية هو أردني نعم كاتب المسرحية لستدناء القرابعة أردني مقيم في عمان مقيم في عمان عايش مستقر في عمان صانع الفزاعات صانع الفزاعات صانع الفزاعات يعني مشوار عمل يمكن أقدر أقول لش عمره الافتراضي أكثر من الإنتاجي من الإنتاجي أيوة يعني هو النص كتب تقريبا في 2019 2020 تقريبا قبل قبل جائحة كورونا أيوة أيوة توقف 2019 بداية تقريبا أيوة ف وكتب كان بطلب منا نحنا كان عندنا مشروع عن عيسى كنا قل عيسى حب أن يشتغل مونودراما ممكن أقنائيا لنجرب فكان عندنا كان ذلك الأيام في خطة أنه يعني مركز الثقافي أو نادي الثقافي عفوا في عمان ينظم مهرجانات دورية يعني بشكل دوري وكان مستهدف أيضا مونودراما يشتغل بس مقرد عروض مش مسابقة فكانت عندنا خطة أن نشتغل أنا عيسى ويش نشتغل ندور نصوص ندور نصوص توصلتو فكان عندنا نص ثاني اسمه فزاعة آه لخليل بلوشي كاتب عماني وأيضا مخرج عماني فكان مشروع أن نشتغل على هذا النص يعني نشتغل على ذاك النص قرأت النص قلسنا أنا عيسى تناقشنا في النص حطينا أفكارنا في النص كنا حابين نعمل إعداد للنص فكلمنا الكاتب قلنا نعمل إعداد للنص عشان عدنا أفكار معينة ريد أعدلها بكذا فقال أنا ممكن أفيدكم حكم أنه أنا خلاص استنفذ طاقتي في النص في النص فإذا أقيد أعمل إعداد بناءً على أفكار ممكن أعطيك مسرحية تانية أبكون بخيل يعني عليك لأن أنا أكون متمثل بفكرتي بفكرته صحيح بس أنا أعطيكم غريلين حابيته تعدوا وحدكم حابيته تشوفوا كاتب ما عندي أشكالي فجلسنا نتناقش من ممكن آه أوكي كنا ذيك الأيام قريبين عيسى قريب جدا من الكاتب ناء القرابة جلسنا معه وعطينا الأفكار قلنا لنبيك تعدلنا نصرصنا لفيديو العرض السابق العرض قدم ما قبل وشافه قلنا نحن نريد نقدمه بشكل مختلف تماما عطينا الأفكار ونحن نتناقش شافنا الأفكار كثيرة يعني ممكن تولد نص أساسا يعني الأفكار اللي موجودة على مستوى ملاحبات نص آخر ممكن تولد نص آخر فقال لي عطينا ما لك وش رايك قلوش أترك هذا النص على قم أنا بكتب لك نص آخر حلو وهذا اللي صار وبلشته وطلع صارع الفزاعات حلو طلع صارع الفزاعات طبعا سلمنيها في ذلك الفترة وظل يعني يمكن أكثر احنا انتجناها تقريبا في الفي وثنين وعشرين ما ثلين وعشرين توقع على بداية ثلين وعشرين بعد الجائحة مباشرة في فترتها يعني نهائتها يعني بسطول دقيق الفترة تدريبات ما تدريبات كان بس مجرد اشتغال على النص أيوة فشكله النص اللي كتبنا المختلف تماما عن ما قدنا في العرض تماما كانت في أفكار أخرى من خلال النص تنبط معها من النص نفسه والحلو في الموضوع أن الكاتب كان متعاون فقلسنا مع بعض وتناقشنا وقلنا نريد نقدم هذا ونلغي هذا فكان متعاون معنا الحمد له وطلع هذا العرض هذه قصة العرض هذه قبل ما قبل العرض يعني بقى ما قبل يعني الاشتغال وإنتاج العرض فترة الاشتغال ما حبينا نقدم العرض بشكل عادي هاي نقطة اللي بدي أحكي فيها هاي كانت مميزة حتى بعرض جمباري من وجهة نظري أنك تقدم كل ما تملك هي أنك ما تقدم حتى لو كان في بالإمكان أنك يعني حتى لو كانت الميزانية ضعيفة دائما أنك قررت تقدم فإذا تحمل المسؤولية وقدم ويدفع من جيب اشتغلنا على إذاقة التفاصيل حتى نوع الموسيقى وتقافة الموسيقى اللي اشتغلناها لا نبي هذا الجو نحن في هذا زمان نحن نريد بالضبط بالضبط على الأساس كذا حسيت يمكن نوع عما أنت حضرت العرض حسيت أن العرض نوع عما السمعية ومتماسكة صحيح يعني سمعية ومتماسكة أعلمني هناك نقطة كثيرة ذكرتها مهمة جدا حتى العازفين هم ممثل تاني مش مفصولين عن النص أبدا ولا عن الممثل ولا عن خشبة المسرحة هذا يجي يعني هذا يجي لما أنت تتعامل مع الشباب الموسيقيين على أنهم جزء رئيسي في العرض إلى حضرو بروفات حضرو بروفات بشكل يومي بشكل يومي إذا ما كلهم على الأقل الليدر يكون موجود فاهم وإحنا واش عضفنا واش حطينا كيف اللفل اللي ممكن يحطه متى الممثل يرفع صوته ومتى هو يهدي متى يدخل متى يحساسه حزين متى يكون في حالة توتر ليش بتوتر هل يدخل يعني في صراع من الآن ولا يبدأ تدريجيا فهو فاهم يعني العازف فاهم الله وهاي كانت النقطة المميزة بصراحة بعرضكم أنه الميزة اللي كان مصاحب العقد المسرحي وكل موسيقي فاهم شو اللي عم بعمله وعارف وعجبني كتير يعني ما شاء الله عليها بالفرقة ملوك رائعة جدا يعني كونها البنت الوحيدة بالفرقة معكم انتو مش جايبين الفريق كامل كمان حمد ما شاء الله أنا سمعته مبارح سمعت صوته وسمعت أداءه على العود والوليد كمان يعني كلكم توليفة رهيبة يعني قد ما بحكي ما رح أعطيكم حقكم صراحة لأنه أنا اللي شفته غير مختلف تماما هو هذا ما يجي إلا إذا كان الشخص حاسس إن هذا العمل ملكه شكرا يعني ملوكها مستطلع زعلانا من العرض بالزبط لأنها غلطة بسيطة أنا ما انتبحت عليها بالزبط ليش طلع زعلانا من العرض خايفة لأنها هي هذا شغلها ملكها لو كانت تتعامل مع الموضوع لأنها عازفة فقط طلعت عادي خلاص شغل ومنتاهل مشاكل صحيح طبط يعني خلاص أنا قدمت بس مقرد إنما يحس الشخص اللي موجود حتى معي أحمد أحمد الغافري أحمد لقبه بوي يعني اللي مش عارفه أحمد أحمد كان معي في تنفيذ الإضاءة كان يعطي لي لكيوهات أيضا تسرع عطاني كيو غير عن كيو هو أنا بدي أقول لك شي يعني أنا بدي أخلق له عزر يعني كان مريض مبارح آه مريض آه مريض آه مريض إن هذا شيء ملكه ما يريد يفرط فيه ممكن يضحي بينف يعني ماله ويتعب ويشته أحمد وش اللي قوى أمس ما عنا مريض من الصباح ما يريد ما يريد إنه يفشل بأي شيء أو يوقع العرض تحت أي ظرف بضبط حتى لو عسابه الصحي كان حادي ما عنداش كليه لما انتهى من العرض خلاص طح الفريق يعني يمكن نحن مشوارنا طويل مع بعض من قبل صارنا فترة وهذا ما أول عمل نشتغله مع بعض كثيرا وحتى أنت مش بس مخرج بهذه المسرحية أنا قرأت عن حضرتك مبارك وقدردشنا كتير مخرج بعدة أعمال في سلطنة عمان لكن احنا تشرفنا فيك بهذه المسرحية الموجودة بالمهرجان ضمن المهرجان الزرقاء في عدنا عرض آخر بعد طبعا أكيد رح نحضروا هاي رسالة كمان بنوجهها لكل المتابعين هاي الدعوة بتقدر توجه البما يدعو عدنا العرض أيضا ثاني اسمه التلي أوكي التلي راح يكون إن شاء الله في مهرجان عشيات تقوس يبدأ المهرجان تاريخ 19 شهر ويمتهي 23 نحنا بيكون نتوقع عرضنا آخر عرض 23 تمانية بتحضروا للعرض بتيجوا كل حدا حاب يحضر العرض بالأردن شهر طبعا وأيضا في فرقة موسيقية في نفس الجو تمام أكيد هلا إحنا كمان يعني بس نعطي هيك رسالة لكل الشباب اللي عم بتابعنا راح نكون يعني بس ننهي الحلقة راح نكون مع الفريق كامل راح تسمعوا وتشوفوا الأداء اللي راح يمتعكم جدا واللي حاب يشوفهم بيوم 23 تمانية يجي شوفهم لايف بالمسرع شكرا على شهادة استضافها شكرا على اللقاء اللذيذ الحمد الله هذا أقل شيء ممكن أقوله لذيذ وممتع ما حسيت فيه الحمد الله هاي شهادة منعتز فيها دائما حتى إحنا بشبكة منصات إنه كل الضيوف بيطلعوا مرتاحين من كل البرامج الحمد الله وهذا منتميز فيه كمان بشبكة منصات ولا نقبل إلا بضيوف مميزين شروعهم شكرا جزيرة اللي أعطيكم العافية كل الاحترام لأله كل الاحترام وانشرفت بوجودك معي وانشرفت لأله كل الاحترام متابعينا الكرام أكيد راح أنهي هلأ الحلقة وتابعونا بحلقة جديدة من برنامج سوشو وراح أترككم مع العرض لشباب سلطنة عمان الموسيقي تستمتعوا فيه ترجمة نانسي قنقر 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 يا داني يا داني يا داني دان إلغالي يا سلطنتنا عمال في لديلمان مثلها komen يا سنعليها من العنو والحساس إلغاليا سلطنتنا عمال في لديلمان مثلها komen يا سنعليها من العنو والحساس الغالية صارتنا عمال يدني 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 الغالية صارتنا عمال يدني 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 الغالية صارتنا عمال الغالية نبا ينطفين العزة فيها والشرع الوفي الغالية صلطلتنا عمال الغالية لما باين طفي العزة فيها والشرع الوفي الغالية صلطلتنا عمال الغالية صلطلتنا عمال الغالية صلطلتنا عمال لكلها لك والعصف طوار بر السلامة وطوق النجاح لكلها لك والعصف طوار بر السلامة وطوق النجاح لكلها لك والعصف طوار لكلها لك والعصف طوار يدني 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 في لكلها لك والعصف طوار لكلها لك والعصف طوار اشتركوا في القناة